وما زالت جوجل بتقدم لنا كل جديد على فترات قريبة جدا في عالم الذكاء الاصطناعي والنهاردة التحديث هيكون على نوتبوك LM وأعتقد الكثيرين كانوا منتظرين ظهور هذه الخاصية اللي بالفعل نزلت حديثا وظهرت عند البعض والبعض لا أعتقد دلوقتي الكل ممكن يلاقي خاصية إنشاء الفيديو أو الفيديو أوفر فيو الموجودة حاليا داخل نوتبوك LM ولكن من البداية كده هي لازالت تدعم فقط اللغة الإنجليزية ولا تدعم اللغة العربية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة نهاردة إن شاء الله حنتكلم عن خاصية الفيديو أوفر فيو اللي ظهرت عند الكثيرين كل اللي عليك إن انت حتروح على الرابط الموجود في الوصف أسفل فيديو لو أول مرة بتستخدم نوتبوك LM وبندعوك إن انت تشاهد فيديو مجمع عن كل نوتبوك LM وشرحها بالتفصيل موجود حاليا على قناة Info Take For You لو تحب إن انت تشوف هذا الفيديو أو عيدك إن شاء الله حتستفيد دلوقتي هنعمل إيه؟ هنبتدي نروح ندوس على Create New ومن Create New حنبتدي نحط المصدر اللي إحنا هنعمل منه الفيديو المصدر هو عبارة عن فيديو كده يوتيوب طويل شوية بيتكلم عن اليونيفرس مدته ساعة من BBC أنا حابة إن أنا يعني ألخصه كده في سبع دقيق وافهم الموضوع بشكل مبسط وسهل فهنا أنا حابتدي أروح أدوس على يوتيوب وابتدي أحط الرابط الخاص بالفيديو وابتدي أقول Insert حيبتدي يتحط معاك طبعاً إنت عندك هنا برحتك حط مصادرك اللي إنت عايزها ولكن أنا هنا المصدر بتاعي هو مصدر واحد بس فيديو يوتيوب حتبص تلاقي ظهر عندك بمجرد ما تعمل Insert link source بتاعت الفيديو overview وقبل ما تروح تضغط فيديو overview علشان ينشئلك الفيديو بنصحك إن أنت تروح الأول تدوس على Customize والCustomize ده مهم جداً ليه مهم جداً؟ عشان لو عندك أكتر من source عايز تركز على source معين تقوله لو سمحت تركزلي على source ده الحاجة التانية أنت عايز يساعدك بإيه من خلال الفيديو اللي هو هيعمله لك ويحضرك لكواز من خلال المصادر الموجودة هل أنت حابب يدهولك بشكل مبسط هل البرزنتيشن اللي حيدهلك على هاي الفيديو دي وطبعاً فيها صوت وكل حاجة بس هيحة شكلها كده شبه البرزنتيشن شوية هل أنت بتخطب بيها أطفال فعايز الطريقة بتاعته تكون بسيطة يعني يكون محتوى الفيديو نفسه تقيل شوية لكن هو يقدم لك الفيديو بشكل بسيط كل ده تقدر تحدده داخل الكاستمايزيشن أو كاستمايز فيديو أوفرديو أنا هنا هقوله ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طريقة الشرح تكون بسيطة فأنا هنا عملت customize بالفيديو بتاعي حيبتدي يعمل generate للفيديو سؤالين ممكن تسألوها هل موضوع عمل الفيديوهات ده كده unlimited؟ لا مش unlimited انت ليك عدد معين في عمل الفيديوهات وأعتقد كمان ليك عدد معين شهريا أنا بصراحة ما جربتش كم عدد البعض بيقول خمس فيديوهات أنا يعني الأكاونت ده ده تاني فيديو أعمله على هذا الأكاونت الحاجة التانية اللي ممكن تسألوني عنها هل انت تقدر تتحكم في مدة الفيديو؟ لا ما تقدرش تتحكم في مدة الفيديو يعني طبعا هو على حسب الكونتنت اللي انت بتدهوله لكن انت maximum بيديك 7 دقايق 8 دقايق ممكن 10 دقايق لو تفتكروا ال audio overview كان 12 دقيقة فإذا هو موجود في الخطة المجانية موجود في الخطة المجانية ولكن محدود وما فيش تحكم كامل في المدة وزي ما قلت لك ده أيضا يعود للمصدر أو المصادر اللي انت حتستخدمها بياخد وقت قد إيه؟ لا بياخد شوية وقت حلوين يعني زي ال audio overview يعني انت ممكن مثلا تستنى 10 دقايق لحد ما يعملك الفيديو في الوقت اللي كنت ممكن تستنى فيه دقتين 3 لحد ما يخلص لك ال audio هنترجع مع بعض بعد ما يتم إنشاء الفيديو تم الانتهاء من الفيديو بتاعنا هبتدي هنا أدوز play حيبتدي يفتح كده في الستوديو مكان لتشغيل الفيديو هنعمل play للفيديو هبتدي أروح أعمله download علشان نسمع مع بعض زي ما قلت لك حتى الان بيضع فقط اللغة الإنجليزية يعني هنا تدي feedback هل هو good video ولا bad video طبعا الحاجات دي على فكرة بيساعد كتير جدا فيها عملية التطوير والتحسين على النموذج نفسه أو على الأداة نفسها هنبتدي نسمع مع بعض الفيديو هنبتدي Okay get this there's an animal out there a creature so incredibly tough you can freeze it boil it blast it into the vacuum of space and even you're not going to believe this shoot it out of a gun and it just well it survives sounds like something out of a comic book right well it's not this little guy is very real and it might just be the ultimate survivor in the entire universe so let me ask you a question if you had to pick one living thing لأنه يتبع في المتدفع المكان من جميع المكان جميع المناسبة، يجب أن يكون قد تجربة الكثير من العثيين، ومتعت بعض الأسفل لي بقى الأسفلات المخططة؟ وحسن، لأنه لا يتوقع بالقل في هذا الحال تصبح نظرة أحياناً بمعنى المنزل بمعنى المعنضة المعلمة في العالم لأنه ليساً واثباً تلعاً، لأنها مفترضةٌ مفترضةً آخرًا للذائقًا ترسمعاً تارضيجية هذه الحقيقية مفترضة ليسهمة من هذه الفئة لتأمر من فلانة حقًا ليصلك و لكني على صورة كdogs باستر هم مفترضة عدم بحر بأنه والترسم السيد ، بأنه مصنع في الموسط رصديدة لذائقًا منها إعادة ممثلت من هذه الفئة انظيف حلائقًا تبدأ تارضيجية ليس علمها ده بالنسبة لي الفيديو بتاعنا زي ما انت شايفين فيديو تعليمي جدا يعني اداة علمية رائعة جدا لو كنت عايز تشرح حاجة معينة زي ما قلتلك لطفل صغير أو تشرح حاجة معينة للطلبة بتوعك أو ان انت تبريزنت مادة علمية معينة مشارطة خالص لأطفال يعني الكبار رائعة تفهمهم حاجة معينة فتحس كده انهم يستخدم طريقة الوايد بورد شوية في عملية الشرح وزي ما قلتلك البعض هيقول لي لا هو مش هعمل فيديوهات احنا كنا متوقعين فيديوهات جوة او في عناصر بقى متحركة لاحظ ان نوتبوك اللي ام في الاساس هي اداة تعليمية مش معمول الكرياتيفيتي او للابداع طبعا تقدر تشات مع المصدر بتاعك بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده باستخدام عادي جدا داخل الستوديو ممكن تستخدم ادوات اخرى زي الاول اوديو اوفر فيو هنا في الحالة دي ممكن تعمل محتوى وتختار اللغة تكون اللغة العربية لانه بيدعم اللغة العربية في الاوديو اوفر فيو في امكانية ان انت تعمل كمان مايند ماب وايضا ممكن تروح للريبورتز دلوقتي لو نزلت كده دست على القائمة المنثى دي لح تلاقون جمعهم لك كلهم مع بعض البريفنج دوك يعملك دوكيمنت ستادي جايد تذكر منه المادة العلمية تقال واجابة والتايم لاين واحنا اتكلمنا عن نوت بوك الام من قبل كل هذه الاشياء يمكن بشكل منفصل كلهم مجمعين في الفيديو قلتلك عليه على قناة انفو تيك فوريو اتمنى ان انت تستفيد منه ده بالنسبة لتحديث جوجل من خلال نوت بوك الام وهو الفيديو اوفر فيو اتمنى تكون استفدتم من فيديو النهاردة زيني بقولكم في نهاية كل فيديو ننسوش دعمونا باللايك والشير والكممنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول برة مساج تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته